مع حلول شهر رمضان الأبرك بالبلدان الأوروبية وما يكتسيه من حمولة دينية وروحية قوية تزداد الحاجة إلى الإرشاد والتأطير الديني لدى مغاربة أوروبا الذين يحرصون على استيضاح تعاليم صحيحة للدين الإسلامي لا سيما خلال شهر الصيام وهو ما يعمل المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة على القيام به وفقا لأسس النموذج المغربي في التدايون تفاصيل أوخف هذه الشاشة التفاعلية مع زميلة أميمة سبيل التي تنضم إلينا في الستوديو تحية طيب لك أميمة أهلا بك أنس وأهلا بمشاهدين المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة الذي يتخذ من بروكسيل مقرا له يؤمن المرافقة الروحية للمغاربة المقيمين بالديار الأوروبية بحكم حاجتهم المستمرة للتوعية الدينية التي تعزز تشبثهم بثوابت النموذج المغربي في التدايون القائم على الوسطية والاعتدال ويفسح المجال أمامهم للإندماج في بلدان إقامتهم والتعايش مع مختلف مكونات المجتمع الأوروبي ويقول المدير التنفيذي للمجلس الأوروبي للعلماء المغاربة عبد الكريم برمضان أنه إلى جانب الردود على الاستفسارات اليومية التي تتلقى هذه المؤسسة فيما يتعلق بالصيام والعبادات بشكل عام يقوم أعضاء المجلس كل في بلد إقامته بالتواصل مع الآئمة والمشدات للتنظيم أنشطة إرشادية لفائدة رواد المساجد من خلال الدروس والمواعد اليومية وخطب الجمعة والإجابة على أسئلة الصائمين وأضف أنه ينظم ندوات ومحاضرات يستدعي لها علماء وفقهاء قصدا مناقشة مواضيع ذات راهينية تهم الحضور الديني لمغاربة أوروبا أما فيما يتعلق بالشباب فيحرص المجلس على أن تكون المواد الموجهة لهم متوفرة بمختلف لغات بلدان الإقامة كما يقوم بتنظيم مصابقات رمضانية على مستوى أوروبا لتجويد القرآن الكريم والتي تتوج بمنح الفائزين جوائز تحفيزية قيمة كما يقوم المجلس باستثمار موقعه الإلكتروني وعدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي في تغطية أنشطته ونشر مختلف مواد التأثير الديني التي ينتجها والتي يروم من خلالها الوصول إلى أكبر عدد من مغاربة أوروبا ويتجلى تجاوب المغاربة مع هذا الجهد التأثيري من خلال الإقبال الكبير على الدروس والمواعد والخطب والندوات والمحاضرات ومختلف الأنشطة التي تنظم في المساجد والمؤسسات الدينية فضلا عن الأسئلة التي ترد على المجلس والمتعلقة بإحكام الصيام وغيرها من الأسئلة التي تهم جوانب كبيرة من حياة مغاربة أوروبا وقد كان للدورات التكوينية التي ظل المجلس حريصا على تنظيمها لفائدة الأمة والمشدات والتي استفاد منها المئات منهم وعدد كبير من الأطرى الدينية المغربية كان لها دور كبير في مد جسور التواصل المستمر مع مغاربة أوروبا باعتبار الإمام للتكوين الديني المغربي فعلا أساسيا في الحفاظ على الأمن الروحي لمغاربة أوروبا وبن منطلق حرصه على تعزيز الأخوة الإسلامية في مختلف تجلياتها فإن المجلس يحرص على أن تكون أنشطتهم موجهة لعموم مسلم أوروبا دون تمييز فالمساجد التي يسيرها مغاربة يرتادها مسلمون من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية كذلك كما أن الدورات المنظمة لفائدة الأمة والمشدات والفئات الشابة عادة ما يشارك فيها أئمة من جنسيات غير مغربية أشكر لكم سيما المتابعة وعود إليك أناس